مثلاً أنا أقدر أقول لك أنه أنتو كإعلام رياضي تشكلون عامل ضغط سلبي، ليس عامل ضغط إيجابي تموت أحفيز، تدري ليش؟ يعني اليوم اللاعب العراقي يروح مثلاً دا يلعب بقطر ضد منتخب الإمارات، لو منتخب إيران، من مجموعة الآسيوية أول ما يفكر، ما يفكر حتى بالجمهور ولا بأهله يفكر بالإعلام والجمهور اللي يأجج الإعلام ومن ثم يعني تدري آخر حلقة يفكر بيه اللاعب العراقي شنو؟ الخطة والتوجيهات للطهياء المدرب هذا شي صح؟ هذا شي مصح إذا أنت لاعب واصل مرحلة منتخب وطني وتفكر بالإعلام وتفكر بالجمهور، لا أنت تفكر داخل أرضية هو اللاعب منتخب وطني شوف هسا أنت تدخل الباب للستوديو تعوف مشاكلك خارج الباب طبعاً هذا عندك منطقة محرمة، منطقة مقدسة هاي نأخذه البرنامج نأخذه من تراكم السنين، تراكم سنين صح لولا بس أنا أسأل زي أنت واصل مرحلة منتخب وطني وتفكر بالإعلام وتفكر بالجمهور مرحلة منتخب وطني الله يرحمه أحمد راضي صار بالمنتخب الوطني عمره 16 سنة شنو 16 سنة؟ طبعاً صغير صغير شنو الوعي الفكري اللي عنده وش قد يحتوي الناس هو هم دم و لحم لما نوعنا جمهورنا جمهور صعب صح السب بالأم وبالأخت وبالأب وواحد أب مثلاً أي منح سيهم نقول كل شي سوون بس لسبون والدي ما يجي جاو الإعلام؟ لا ما يجي جاو الإعلام شوف ما يقول لأسين بس أنت من تقول حساني صفاهادي أنا ما أعرف ألعب طوبة بس أنا أعرف كرة القدم لا بالوسط يلعب لي قدام ما يرجع لي وراء هم من خسنة 3-0 ويا إيران تدرس تواد صفاهادي بعد من سحب لا ما حصلوا شعلي أنا أنا قلت لهم لسحبه غير الإعلام بالعاكس هو شوف دحياتنا الصفاهادي وقاعد يقدم يعني بالدور الإيراني أنا بحكم شغلي بحكم عملي حتى باتش العقبة واحد يسألني أو ينطرح اسم لاعب بالبرنامج أعرف شون أجاو هاي اللعبة مع الإيران المباراة خلصت 10 و 57 دقيقة صح بالليل أنا البرنامج ساعة بالدعش يبدي باقي لي 3 دقائق تدري شنو صاير يعني أنا كل شي عندي ولا المنتخب يخسر كل نت يعني مو أقول لك بس أنا أنا مرة أبتشي أنا أبتشي أنا أبتشي يعني إذا هسا نلعب التصفيق ويا مكاو إذا ويا مكاو والناشئين لا سامح خسروا الناشئين ناشئين خسروا أذوج ما أريد أي منتخب عندنا إحنا دائما أنا طبيعتي هاي أنه أحب المنتخبات العراقية هي الأولى بآسيا بالعالم العالم تشير لنا أنه هذول العراق هذول العراقين مثل يشجع مثل يشجع طريق من خلق الجماهرية رح وراء صلاح الدين ورح وراء للباصرة وجمهور الطلبة والزورة والجوية والشرطة فأنا اللي صار ثلاث دقائق عندك وإنت على الماحشة وياك المخرج وعلى ما دخلت وقعدت أنت بعدك من المتور أنا بعدني بأجواء اللعبة والأعصاب والشد وثلاثة تخسر صعبا وفضيحة كانت لا لا صعبة صعبة هسا لو خسران ثلاثة مع أداء أما أنا أقول لك ما أحش صح بس أنت من تخسر بثلاثة وبدون أداء وبمستوى أنه عكس مباراة كوريا اللي قبلها كانت وإحنا تعادلنا بوية كوريا بكوريا إجا أدفوكات فتح اللعب همام الماشي زين أنا إجيت حيشيت حيشيت مو بس علي حيشيت على جستن وعلى همام وعلى ضرغام وعلى أيمن وعلى عن كل على كل حيشيت بس لا صفاء بس هي أنا أقول لك مواني كل واحد همينك للضرغام يتحمل الهدف همام كذلك جستن جبناك يعني أنا أذكر كلام من تقول لك صفاء أنا معرف العب طوبة بس أعرف طوبة يعني معناها صفاء حتى ما واصل للمعنى في العب طوبة دقيقة أسأل أخلى أقول لك شي أخلى أسأل أخلى أجاوبك أنا راحتك أنا أخلى أقول لك فضل كرة القدم أسمواني على الحجية مدربين يحجوها مدربين يروح أسألها أي مدرب كرة القدم تلعب إلى الأمام لا تلعب لا بالطول ولا بالعرض لا بقى أنا ألعب لي باسا سنت أنا وياك أسأل روح نلعب منتخب إذا أنا وياك بس نسلم ونستلم أهمنا راح نصير أحسن لاعدي إذا ما عندي زيادة وإنتاج للأمام وأقاتل ولي قدام وأقطع وأصنع فرص صناعة لعب صناعة لعب هاي ليش أصنع لعب منتخب إذا بس أنا وياك نسلم ونستلم أطيك باسا ونطيني باسا هي سلم وستلم ما كنت تاجية ما كنت تاجية فأني على هاي حجيت أنا ما الهدف من سؤالي إي أنا ما أنا ما محيت مثلا تاريخ صفاهادي كلاعب مع الزراء مع الميناء مع الجوية مع أبد ها أعتبك وراه لا والله ولا لاعب يعاتب أهي لا الحمد لله ولا لاعب شوف بالمناسبة شكت أنتقد إدارات لاعبين مدربين ولا واحد اتصل تعرف ليش لأن يعرفون أنه ما عندي غاية وراها ورا النقد نقدي بناء نقدي أنا أشخصة بس أنا منطلعت بوقتها يمكن قد أكون أنا ما يصير أنفعل بهذه الطريقة بس خسارة بلدي بتلاثة